السلام عليكم اليوم جاي بكم زيارة سريعة الى المعمل مع العسل اللي يستخرجون من العسل اسمه ارتاكي هاني هنا يطلعون منه افضل انواع العسل بالعالم اللي هو المنوكة هاني اللي مايعرف خلي سوي سيرج عليه افضل انواع العسل بالعالم لاحتواء على نسبة كبيرة مال مضادات الالتهابات وهي ضد المرابة هاي الاسوالة عسل طبيعي مية بمية فهنا المعمل مالتهم يستخرجون العسل ونقدر نطب جوه ونبوق المفروض ونطب انواع العسل ونقدر نشترك فخلي ندخل وننقل نظرة سريعة خلي خلي نبتهم المكان اول شيء طبينا هنا المكان هذا مال عسل هذا الشوق طبعا هاي الشغلات كل هنبيع حسب لكم جولة سريعة اشرح لكم شم الشغلات هاي مهنا ريسيبشن هنا واحد يريد يشتري شيء وهناك وهنان المناحل مال عسل تعالوا 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 لابسوا نماز نان المناحل شوفوا كل هنحل هاي طبعا تعرفون هؤلاء المتعرفون هاي متل جرارة سحل يطلعون المنحل ويأخوون من عند العسل ويأكل لي جوا ما تجربة العسل خلين عشرة نواع نضوك ونختار النوع اللي نحبه ونشتري فخلنا اخذكم جولة كافي حاجة طبعا كل المنتجات هنا من العسل الطبيعي مئة بالمئة مثلا هذا المسقول هذا منوكا هاني دروس مسقول ما العسل المنوكا كلها طبعا منيوزلندا معروفة بعسل المنوكا شوفوا هذا كيلوغرام كامل كيلو كامل منوكا هاني منوكا بيش 32 دولار يا بلاش والله كله زين كيلو منوكا هاني باعوا مكونات مالته مئة بالمئة عسل نيوزلنتي صافي عسل منوكا جديات يا جماعة اللي ما يعرف المنوكا هاني خليكتب على القولوم يسوي بحث شوف شنو المنوكا هاني وشنو فوعد فالشي عجيب طبعا المنوكا مثل بدأ نشوف اكو هذا المنوكا بيه الUMF 5 Plus وهذا ما بيه الUMF تمام؟ الUMF هو معناه يونيك منوكا فاكتر يعني مميزات المنوكا النادرة هي تشتغل كمضادات بالجسم للالتهابات تمام؟ اللي ما بيه الUMF مفيد بالاستخدام العادي بالأكل بالشروط بس هنا شوفوا النسب تختلف عندنا عندنا UMF 10 UMF 5 UMF 10 UMF 13 UMF 15 وهنا عدنا UMF 18 تمام؟ هذا الـ 18 كلما يسعد الرقم الUMF كلما يكون طبي العسل أكثر تمام؟ فبالنسبة للخمسة والعشرة يقدر نستخدمها يومية عادي ماكو أي مشكلة بس بالنسبة للـ 18 و 20 ويوصل أكثر من 20 هذا يكون طبي استخدام كل شوات ممكن يضرج هذا المناع بالعكس لانه تأخونة العسل هذا يستخدم لعلاج الالتهابات وكل الأمراض يعني سبحان الله يعني أغلب الأمراض بالجسم يعالجها حتى الجروح والشقوق والحروق يعالجها ونبي فيتامينات كل الشهوائي فكلما يسعد الرقم كلما يكون طبي أكثر زين يا جماعة شوفوا هذا نوع المنوكة اللي قلت لكم عليه شوفوا هنانا هلا دين الكاميرا هين هذا هذا نفس الأنوة بسد دولارات حجمها نص كيلو بسد دولارات وهنا نص كيلو هاي نص كيلو بيش بسطعش دولارات شوفوا هناش مكتوب منوكة مال زهرة منوكة فسعرها يكون أرخص شوفوا مالتي سلورا سكس دولارات وزنة خمسمائة غرام منوكة خمسمائة غرام ستعاش دولار لأنه أغلى الأنواع مع العسد هو المنوكة المناسبة صحيح هو من أدة زهور بس همي أنه مية بالمية عسل نيوزلندي صافي بس مو من زهرة المنوكة فقط من عدة زهور مثل هذا مالتي فلورا هني بربعة دولارات مالتي فلورا تشوفون هذا الكيلو كامل مالتي فلورا كيلو بربعة عشر دولار وهذاك المنوكة الكيلو كامل كان بخمسة وثلاثين دولار فأغلى يعترضوا هذا العسل بالشمع مالتي شو بيعو شوفوا طبيعي مية بالمية مية بالمية بخمسة عشر دولار وهذه الصغيرة بخمسة عشر دولار وهذا أنا قدامكم بالمناسبة الدخول اللي هنا أنا مجانا ما كنت لا الدخول يا ولا شي واحد يدخل لهذا المكان يشوف المنتجات يروح يجرب نوع العسل يشوف له هذا الشغلات ما التقرير على العسل الشاشة اللي يجي المعلوقة فيديو كامل شون يطلعون العسل من المناحل تمام يشوف المنتجات يجربها بدون أي حساب الحساب الوحيد للدفعة هو من تشتري العسل تمام بس شوفوا هناك دي بيعوه هذا البيز واكس هذا الشمع ما العسل مرحل 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 هذا الشمع يبيعوه على هذا الشكل يشوفوا بيز واكس يعني شمع النحل المطفور بس مسوين منه شمع حقيق هذا طبعا شوفوا منوكا هني كريم مال ايد هذا همينا هذا منوكا هني كريم همينا شوفوا طبعا هو خليل التجربة تيستر شوفوا شكله ريحته عبالك عسل هذا غسل وجه او غسل وجه تمام ريحته عسل والله تقول عسل المهم ما معرفش كلها عسلية اسم النحل هذا مال ايد هذا اي كريم مع العين قطرات كل هاي الشغلات من النحل والعسل زين هاي الشغلات من النحل هل تشعروا هذه المناحل ألقوا نظرة يا جماعي ألقوا نظرة أول شي شوفوا النحل هذا شوفوا النحل هذا هاي الشغل هنا 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 هاي الشغلات من النحل ها الملكة أين ملكة النحل؟ أين ملكة النحل؟ ها 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 كيف أن تجد المجاور العوم؟ سعيدون من هنا دعاء العسل كانت قد أجنب أوبثت المجاور أرى لنجأ الملكة الملكة النحل يضع عليها لون مميز بكل منحل يوجد ملكة واحدة يجب أن يجد الملكة ينطينا خبر لا يوجد أن يجب أن يضع عليها علامة لون مميز يجب أن يزع عليها هذا يمكن هذا يملونيها هذا الملكة منها؟ هذا الملكة هذا الملكة سبحان الله سبحان الله كلها ملتا مدائر مدائرة يجب أن يشتغلون يجب أن يعملون مجتمع لا تقلق حتى يطلعوننا هذا العسل اللي هسه رح نجي نبوغة كل ها الانواع نجي نجرب اول نوع عسل اللي هو هذا كلوفر أعتقد المفروض نفسه من صفحتي ومن صفحتكم ندوس نبوغة 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 هذا الشرب العسل لونه أصفر جيد يقولون هذا ملتا 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 الحمد للبسم الله نبوغة مم واو جالبا وعلي كله طيب أردت أكل بعض خلي شوية ورقي ما جال لباقي كله طيب وعبالك شوية بشكر يعني كأنما مثل المشكر تمام؟ خلي نشوف الوردة الثانية هسه طبعا وره ما جئت ضيقنا ذاكي الكلافر بالبداية هسه نضوق التواري هذا عسد التواري طبعا يقول هذا العسل يتواجد بالغاضات وطعمه الزهري وطيب عديل وضفش يقولون يكون مثالي والسمج خلي شوف العسل هاشوفه هذا الشخفاف شوفه هذا شكرا وحيث وحيث طبعا الفكرة أنه تضبوقة نوع العسل وبعدين تشتري فتنوعية بالأخير من تطلع الخالة طبعا ضربوق يمي ظهر عجبها طيب كل شي طيب بشوي سائل أكثر من اللازم خفيف ذاك عجبني أكثر تمام حسنا نروح للوردة الثالثة زين حسنا جئنا للوردة الثالثة اللي هي البلو بورج هذي الوردة اللي قدامكم تمام شوفوا شكلها من هذه الزهرة هذا العسل يقولون همينا سائل نفس تقريباً للقبلة ذهبي لوني وتحس يقولون أنه بيماكس مع الشغلات العشبية ويكون طيب ويكون الحلاء اللي نسويها هاي الحلاب البيت اللي حلاتها تكون مو كلش قوية خلي نشوف خلي مننا هذه الكناحة تشوفوا خلي نشوف هذا العسل بسم الله هذا شوية شكله أفخن حسنا خلي نضوك بسم الله هذا هذا واحدة اللوخ كلش طيبة معدلوك معدلوك mmmm شطو 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 سمع. دعنا نرى شكله. بسم الله. هذا. عسل خندول بسم الله. صدوك عبالك عسل مدخن فان شون يتساوه? واضح. طيب. بس عبالك بي شوية مثل النقاط الشكرية. مو كلش خفيف. طعم قوي وصدق مدخن. لايك. اي لايك. هسا خنروح للزهرة الخامسة. هسا وصلنا للزهرة واحد اثنين ثلاث اربع الخامسة. الملتي فلورا اللي هي راوتكم معها قبل شوية. اللي سعرها اقل من المنوكة هاني. لان هي مكس من عدة زهوء من ضمنها المنوكة هاني. خليني يجي نصوب بسم الله. آه يس. شوفوا هذا العسل مبين كريمي شوية. انظر بسم الله. حلوة لدرجة مطبيعية. واو عسل. عجبني هذا قبل شوية لم يدخل. ضقت الراتا. ما ضقت روتها لنا. خليكم خليكم الفيديو. تعالى لنرجع. هذه عبرناها. الراتا قبل شوية ضقتنا. ريوة ريوة اللي هي هذه. بس الراتا ما ضقتنا. هذا حلو. مو كل شيء. بس خنشوف الراتا يا جماعة. شن الراتا الراتا. هذا الراتا. بسم الله خلني مش بساعة. خفيف. خفيف. وطيب. صعب. هذا ضقتنا المالتي فلورا. آه هذا بصفة المالتي فلورا اللي بي منوكة هني. شوفوا هذا في مالتي فلورا ما بي منوكة. وهذا في مالتي فلورا يعني مكس ما الورود وبي عشر بالمية منوكة هني. خلينا نضوك. بسم الله. هذا بإضافة منوكة. خلنشوف شن الفرق. من هذا البصفة. حالاء. رائفين بي عشر المية منوكة. طعمه كل شكل. هنالجي الزهرة ما دفتها بواحد. ثنين. لا ثاربعة. خمسة. ستة. سبعة. الزهرة الثامنه هذا اسمه كاماهي هذا النوع بتري يقولون مثل الزبت يقولون يستخدموا للمعجنات هذا نوع العسر بس تخين يا جماعة هذا نوع العسر هذا نوع العسر شوف هذا طيب كل شي ضيب أبوهم المنوكة هاني هذا أبوهم نجيب خاشوقة فريش هذا أبو العسلات جمع عسل يعني هذا مخلص خطية سنشوف هذا هذا بي شوفوا المنوكة وشوفوا شكل المنوكة طبعا تقولوا لي داريت روحك منوكة رهيب رهيب شوفوا شكل ملك اللي يأكل عسل بس يضوق المنوكة يبين طعمه فورا حلاته حلوة يعني حلاته جيدة لأكل نشعله وتحسوه سبايسي يعني قوي كلش قوي هذا يقول أشهر عسل بالعالم يعني العسل النيوزلندي المنوكا يكون كريمي ولونه ذهبي وغني طعم مالته وكلش قوي شوفوا مثل ما شرحت لكم وصلنا للزهرة العاشرة اللي هي زهرة التايم اوكي هاي زهرة التايم يا جماعة نفس هي هي زهرة الزعتر اوكي يطلعون منعدها عسل الزعتر السوريين ابن عمي كل يعرفون هالي سؤال من زهرة الزعتر العسل مالتها يكون هذا هنشوف زهرة التايم شون العسل مالتها طبعا لونها حلوة يبشر بقياق وثخين كلش شوفوا شوفوا والسلق الشوفوا شوفوا سبحان الله طعمها كلش زهر يعني ما عرفت هنا فالنكهة كلش زهرية شافين هاي الشامعة التي تعلقوها بلا راحتها طيبة كلش زهري. ايلا يقصون اول مرة اتجربة طبعا. كلش طيب. بي نكهة. وصلنا النوع الحادي عشر من العسل. طبعا هنا مشهور جدا. اللي هو الكوكوبي. اللي هو العسل والككاو. بين قوسين. خلينا صب بنا هنا شوي. شوفوا الان كاكاو وهاني. اوه ثخين طبعا جدا ثخين. ما هو هذا. كاكاو مية بالمية وعسل. طيب. الكاكاو معروف عليها مر والعسل حلو فهوازنا يعني. بري نايس. اجربت لكم هسا الانواع كلها داعش نور مع العسل. وهسا اروح واشتري لي هني. مية بالمية اعتقدها في الكل بخمسة ثلاثين دولار. وقدوني لمستشفى السكر فعلا بدي اتدوخ وراح اتخرب. موالله. وخلى راويكم هاي شغلة ثانية هسا قبل اطلع. اهانا هانا تقدرون تشترون اي علبة. هذي الحجم او هذا الحجم. مثل وين تددو. وتأخذوها للي قدام واتقلوم لهم يا عسل اعجابكم من ويعبوا الكمية ولم نعرف السعر فهذا نرى اختار ان اخذ لي هذا الحجم الأكبر ونحبي ببداية اخذه بالكيلب ولكن لم ترى هذه الحركة نرى نرسلنا عسل عندهم الشون البوري ونرى الطعام الشلون وهذه يبيعون شغلات همية حلوة هذه العسل يطوه بالعسل يضعون على اللفات يضعون على اللفات هاي سواء شون وين الدبدوب دل خلي الروح ليه قدام ونملي هذه سعرها روان العلبة بس 4 دولارات يملون نياه نوع عسل ونشوف وراه نختم طلع عمالة نه عمالة نبو هذا ملاقه ون شهر وهذا ما نوع الان 40% من قبل ذلك كم نبلها صحيح بقحم متفق هذا ملج معن عن التوارف صحيح نعم، أعلى 15 دولار نعم، 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 نعم هذا مرحبا هنا نوصل من نوعية الدديو مارتن هذا العسل اللي حبتها، كما نون كهاني نص كيلو تقريبا، بخمسطعش دولار شوفوا، شوفت المصبفيني هذا عم نوكا هاني بخمسة وعشرين غرام، بس ويا الواكس مالته شنو الواكس؟ الشمع، الشمع مع العسل مالته تمام؟ فإن شاء الله يا رب استفاديت واستمتعت طرعان استفاديت واستمتعت وصعد السكر وحليت نشوفكم على خير إن شاء الله ودباكم عن نفسكم في مؤلاء فراء عسر شكرا شكرا شكرا